نحن نعتز بتاريخنا الهجري القمري وقد علمنا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم احتاجوا للتأريخ وتبين لهم أنه لا بد من وضع تأريخ للأمة تسير عليه ويميزها ويكون من عناوينها ومن شخصيتها المتميزة عن شخصية الأمم الأخرى فما هو تاريخ هذه الأمة كيف تؤرخ ومن أين تبدأ في التأريخ نظر الصحابة رضوان الله عليهم في الأحداث أيها أعظم حتى يجعلوها العام رقم واحد ومن أي شهر يبدأ نظروا في الأحداث في مولد النبي عليه الصلاة والسلام في بعثته في الإسراء والمعراج به في الهجرة في معركة بدر في فتح مكة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فتبين لهم أن أعظم حدث فاصل كان له كان له لما بعده وزن كبير ونقطة تحول فاصلة في هذا الدين في مسيرته الهجرة فقرروا أن يجعلوا عام الهجرة هو العام رقم واحد في تاريخ الأمة ثم نظروا في بداية العام فإذا منصرف الناس من الحج ورجوعهم منه يصلح أن يكون بداية لشيء جديد وعام جديد وأن بداية التحضيرات الفعلية للهجرة كانت في شهر محرم وإن كان السفر حصل بعد ذلك فقرروا أن يكون شهر الله المحرم الذي نحن فيه الآن هو أول العام الأول وأول كل عام يأتي بعد ذلك هذا كان محل إجماع من الصحابة ولذلك التاريخ الهجر القمري بناء على قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا والمقصود طبعا الأشهر القمرية وليست الأشهر الشمسية ولا غيرها منها أربعة حرم وهذا الشهر المحرم واحد منها وكذلك فإن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت فلازم نوقّت بالهلال لازم نوقّت بالأهلة لازم قل هي مواقيت للناس والحج ترجمة نانسي قنقر